أنا باسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أنا باسم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى لحضور ختام منافسات البطولة الآسيوية السابعة عشرة لكرة اليد والتي أقيمت بصالة مدينة خليفة الرياضية وجمعت المنتخب الوطني لكرة اليد مع المنتخب القطري وقد هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عاهلة البلاد المفدة وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى نهائية كأس العالم بفرنسا وحصوله على المركز الثاني في البطولة كما هنأ سموه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على هذه النتيجة التي تحققت بفضل جهوده المتميزة في سبيل استمرار التنمية الشاملة بالقطاع الشبابي والرياضي وهنأ سموه رئيس وأعضاء الاتحاد البحريني لكرة اليد وجميع أفراد المنتخب بهذا التأهل مشيدا سموه بجهود الاتحاد البحريني لكرة اليد التي انعكست على تطور اللعبة وأشار سموه بنجاح البحريني في التنظيم الرائع لهذه النسخة من الحادث الأسيوي وجهود جميع العاملين في اللجان التنظيمية وكان سموه الشيخ خالد بن حمد الخليفة قد تابع المواجهة النهائية للبطولة التي جمعت المنتخبة البحرينية بشقيقه المنتخب القطري بحضور سموه الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة لاجلي صاحب السموه الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى وأيضا سموه الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الخليفة ومعالي الشيخ عيسى بن راشد الخليفة النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري لللجنة الأولمبية البحرية وسعرت الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعدد من المسؤولين بالقطاع الشبابي والرياضي بمملكة البحرين وقد توجه سموه الشيخ خليفة بن حمد الخليفة المنتخب القطري بكأس البطولة وقلدهم الميداليات الذهبية فيما قلد سموه الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة أفراد المنتخب الوطني ميداليات المركز الثاني وأقلداء من عام اللجنة الأولمبية البحرينية عبد الرحمن صادق عسكر المنتخب الياباني بميداليات المركز الثالث المترجم للقناة